صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم ايتها الرائعات معكم اميما على قناة وصفتنا اسمال للوصفات الطبيعية سهدوا بلقائكم عزيزاتي واهتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في اتم بالصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي من الوصفات الرائعة جدا لتبييد الاسنان وازالة الجير والتراكمات باستخدام مكونات متواجدة في كل بيت وطبيعية 100% هذه الوصفة كذلك ستساعدك بالاضافة الى تبييد الاسنان على التخلص نهائيا من اسفرار الاسنان وكذلك من الرائحة الكريهة التي قد يعاني منها الكثير من الرجال وكذلك السيدات والفتيات خلال فترة الصباح ستحتاجنا كمكون اول في هذه الوصفة الطبيعية 100% لتبييد الاسنان الى الملح فالملح كان يستخدم منذ القدم لتبييد الاسنان وذلك لانه يعمل على التعقيم وتطهير الاسنان وكذلك للتام من الميكروبات والجراثيم والفطريات كذلك التي تعاد من بين الاسباب الرئيسية في اسفرار وكذلك تغيير لون الاسنان الطبيعي ستحتاجنا كمقدار من الملح في هذه الوصفة الى ملحقة صغيرة من الملح اما المكون الثاني فهو رائع جدا لتبييد الاسنان وهو قشور الرمان فقشور الرمان كانت منذ القدم تستخدم لتبييد الاسنان بشكل طبيعي وايضا قشور الرمان مفيدة جدا لعلاج مشكل الرائحة الكريهة وايضا تعمل على التخلص نهائيا من الجيء وكذلك التراكمات ستحتاجنا كمقدار من مسحوق الرمان او قشور الرمان في هذه الوصفة لتبييد الاسنان الى ملحقة كبيرة من مسحوق قشور الرمان اما المكون الاخير فهو رائع جدا ولا يقل اهمية على هذه المكونات لتبييد الاسنان وهو عصير الليمون او الحامض عصير الليمون او الحامض كذلك من المكونات الجائعة جدا والفعالة لتبييد الاسنان فهو معقم ومطهر للاسنان بامتياز كما انه يقضي تماما على الرائحة الكريهة التي قد تعاني منها الكثير من السيدات ستحتاجنا كمقدار من عصير الليمون او الحامض في هذه الوصفة الطبيعية 100% لتبييد الاسنان الى ربع كوب من عصير الليمون او الحامض بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتبييد الاسنان نمر الان بحول الله الى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس امرا اختي الكريمة اذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة بصفتنا السمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفحيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو لتشجيعي على ايطاء مزيد من الوصفات الطبيعية والمجربة اكون شاكرا لك اختي الكريمة كثيرا فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جدة هلا وبسيطة فكل ما عليك هو تحضير مسح قشور الرمان تضيفين له الملح وتقومين بخلط جميع المكونات حتى تحصل على عجينة متجانزة باستخدام عصير الليمون او الحامض يمكنك اضافة كذلك ملعقة صغيرة من زيت الزيتون او يمكنك استبداله عوض الليمون او الحامض اذا لم تتوفر عليه يمكنك استخدام زيت الزيتون تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانز وتصبح على شكل عجينة وبعد ذلك تقومين باخذ فرشات نظيفة تقومين بتخصيصها فقط لاستعمالها في هذه الوصفة المبيضة وطبيعية 100% تقومين باخذ القليل من هذا الخليط او هذا المزيج من عصير الليمون وكذلك قشر الرمان والملح تقومين بغسل او فرش اسنانكي جيدا باستخدام هذه الوصفة لمدة 5 دقائق او من 5 الى 10 دقائق ومن الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى بشكل عكسي وتكررين هذه الوصفة 3 مرات فقط في الاسبوع يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 10 ايام وبعد ذلك يمكنك استبدال او تجديد الوصفة فهي رائعة جدا للتبييد وازالة الجير وكذلك القضاء تماما على الرائحة الكرهة صالحة كذلك للفتيات وللرجال لتبييد الاسنان بشكل طبيعي دون الحاجة الى مواد كيماوية تزيد من الطين بل كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم ايتها الرائعات معكم اميما على قناة وصفتنا اسمال للوصفات الطبيعية سعدوا بلقائكم عزيزاتي واهتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو فيئة بالصحة والحافية وصفتنا لهذا اليوم فهي من الوصفات الرائعة جدا لتبييد الاسنان وازالة الجير والتراكمات باستخدام مكونات متواجدة في كل بيت وطبيعية مئة في المئة هذه الوصفة كذلك ستساعدك بالاضافة الى تبييد الاسنان على التخلص نهائيا من اسفرار الاسنان وكذلك من الرائحة الكريهة التي قد يعاني منها الكثير من الرجال وكذلك السيدات والفتيات خلال فترة الصباح ستحتاجنا كمكون اول في هذه الوصفة الطبيعية مئة في المئة لتبييد الاسنان الى الملح فالملح كان يستخدم منذ القدم لتبييد الاسنان وذلك لانه يعمل على التعقيم وتطهير الاسنان وكذلك للتام من الميكروبات والجراثيم والفطريات كذلك التي تعاد من بين الاسباب الرئيسية في اسفرار وكذلك تغيير لون الاسنان الطبيعي ستحتاجنا كمقدار من الملح في هذه الوصفة الى ملحقة صغيرة من الملح اما المكون الثاني فهو رائع جدا لتبييد الاسنان وهو قشور الرمان فقشور الرمان كانت منذ القدم تستخدم لتبييد الاسنان بشكل طبيعي وايضا قشور الرمان مفيدة جدا لعلاج مشكل الرائحة الكريهة وايضا تعمل على التخلص نهائيا من الجئ وكذلك التراكمات ستحتاجنا كمقدار من مسحوق الرمان او قشور الرمان في هذه الوصفة لتبييد الاسنان الى ملحقة كبيرة من مسحوق قشور الرمان اما المكون الاخير فهو رائع جدا ولا يقل اهمية على هذه المكونات لتبييد الاسنان وهو عصير الليمون او الحامض عصير الليمون او الحامض كذلك من المكونات الرائعة جدا والفعالة لتبييد الاسنان فهو معقم ومطهر للاسنان بامتياز كما انه يقضي تماما على الرائحة الكريهة التي قد تعاني منها الكثير من السيدات ستحتاجنا كمقدار من عصير الليمون او الحامض في هذه الوصفة الطبيعية 100% لتبييد الاسنان الى ربع كوب من عصير الليمون او الحامض بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتبييد الاسنان نمر الان بحول الله الى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس امرا اختي الكريمة اذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة بصفتنا السمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفحيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فورا نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو لتشجيع اهل ايطاء مزيد من الوصفات الطبيعية والمجربة اكون شاكرا لك اختي الكريمة كثيرا فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جدة هلا وبسيطة فكل ما عليك هو تحضير مسح قشور الرمال تضيفين له الملح وتقومين بخلط جميع المكونات حتى تحصل على عجينة متجانزة باستخدام عصير الليمون او الحامض يمكنك اضافة كذلك ملعقة صغيرة من زيت الزيتون او يمكنك استبدال له عوض الليمون او الحامض اذا لم تتوفر عليه يمكنك استخدام زيت الزيتون تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانز وتصبح على شكل عاجينة وبعد ذلك تقومين باخذ فرشات نظيفة تقومين بتخصيصها فقط لاستعمالها في هذه الوصفة المبيضة والطبيعية 100% تقومين باخذ القليل من هذا الخليط او هذا المزيج من عصير الليمون وكذلك قشر الرمان والملح تقومين بغسل او فرش اسنانكي جيدا باستخدام هذه الوصفة لمدة 5 دقائق او من 5 الى 10 دقائق ومن الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى بشكل عكسي وتكررين هذه الوصفة 3 مرات فقط في الاسبوع يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 10 ايام وبعد ذلك يمكنك استبدال او تجديد الوصفة فهي رائعة جدا للتبييد وازالة الجير وكذلك القضاء تماما على الرائحة الكرهة صالحة كذلك للفتيات وللرجال لتبييد الاسنان بشكل طبيعي دون الحاجة الى مواد كيماوية تزيد من الطين بل لا كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله شكرا